السلام عليكم أهلا وسلام بكم متابعي قناة كيف بصرعة في هذا الفيديو سنتعلم كيفية الرجوع إلى الإصدارات والنسخ السابقة من تطبيق سنابشات ولكن يجب عليك اتباع هذه الخطوات خطوة خطوة حتى تتم العملية بنجاح الخطوة الأولى في البداية يجب عليك حذف النسخة الحالية الموجودة عندك حتى تقدر تثبت النسخة الجديدة الخطوة الثانية يجب عليك تحميل النسخة من خلال الدخول إلى هذا الموقع طبعا ستجد رابط الموقع في الوصف أسفل الفيديو ندخل إلى الموقع كما نشاهد طبعا هذه النسخة والإصدارات السابقة كلها موجودة أمامك ولتحميل النسخة معينة اضغط عليها وبعد هيك اضغط على داولود أو تحميل حسب اللغة عندك والآن اضغط على موافق حتى يتم التحميل كما تشاهد في الفيديو جاري تحميل النسخة السابقة عندك على الهاتف ممتاز وبعد ما يتم تحميل الإصدار بشكل كامل نقوم بتثبيت هذا الإصدار بعد ذلك نقوم بتفعيل حسابنا والدخول إلى حسابنا على التطبيق حتى تقدر تتواصل مع الأصدقاء بكل سهولة ولكن يجب عليك أن تعرف أن تثبيت النسخة السابقة للتطبيق يعني أنك لن تحصل على مميزات جديدة ولن تحصل على أحدث الإصلاحات الأمنية لأنها تعتبر هذه نسخة سابقة ولكن السبب في الرجوع إلى هذه النسخ أو الإصدارات هو إلغاء بعض المميزات القديمة التي تكون موجودة في هذه الإصدارات والنسخ من التطبيق وهيك بنكون انتهينا من الفيديو إذا شفت أن المعلومات مفيدة دعمنا بلايك واشتراك وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات بإمكانك كتابتها في التعليقات أسفل الفيديو